اعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الزراعي تحية طيبة وبعد اقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم كيمياء الاراضي المادة دي مادة سهلة جدا مادة سالثة مادة جميلة الحلقة النهاردة حلقة ان شاء الله سرية بالمعلومات وغنية جدا بالمعلومات اللي هتفيدكم كتير وان شاء الله احنا في بداية نص العام الدراسي التاني ان شاء الله باذن الله هنراجع مع بعض اللي اخدنا في الترم الاولاني واخدنا ايه بالزبط علشان نبتدي النص التاني من العام الدراسي واحنا مستعدين تماما ان شاء الله للبداية دي وتكون بداية قوية معانا باذن الله اصدقاء الطلبة احب اعرفكم ان المادة دي مادة جميلة جدا ومادة سهلة جدا من مواد الكيمياء هي مادة تعتبر مادة سرية بالمعلومات الجميلة اللي ممكن ان انت تستفيد بيها في حياتك بعد كده المادة دي مادة سهلة جدا ممكن ان انت تشتغل بيها بعد كده كفني وخبير في استصلاح الاراضي واستعان بك وتبقى ان شاء الله بداية عمل موفق لي الكتاب بتاعنا زي ما احنا عارفين او المنهج بتاعنا بيتكون من اربع وحدات كل واحدة فيهم بتتكلم عن نوع من انواع الارض ان شاء الله باذن الله احنا اخدنا نوعين في الترم الاولاني وهناخد نوعين تانيين في الترم التاني باذن الله هنرجع مع بعض الترم الاولاني وهنشوف خدنا في ايه فيه وقبل دراسة انواع الارض كان لازم ناخد حصر الاراضي وبيتم على اساس ايه وازاي بيتعامل وايه انواع حصر الاراضي وايه السبب منه وايه اهدافه ده كله كان لازم نتعرف عليه قبل ما نبتدي في انواع الاراضي وناخدها وده كان بداية الدراسة بتاعتنا في الترم الاولاني وعلشان كده لازم نتعرف الاول على حصر الاراضي وازاي نعمله وازاي نكتشف الاراضي اللي في حاجة لاستصلاح ودي ليه بنستصلحها وهل يجود فيها الزراعة ولا لا هل يجود فيها اي نباتات ولا لا وان نباتات اللي تنفع في كل ارض وعلشان كده لازم نبتدي مع بعض الراجع الاول اللي خدناه قبل ما نخش على النوعين التانية من الاراضي معينا هنا في الدرس بتاعنا اول حاجة الحصر التصنيفي الحصر التصنيفي للاراضي ايه معناه؟ يعني ايه معناه؟ ايه هو الحصر التصنيفي؟ عايزين نعرف عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن ان احنا بنجمع معلومات عن الارض بنجمع معلومات عن الارض علشان نعرف يا تارى الارض دي تجود فيها انهي زراعة وايه مشاكلها اللي احنا محتاجين ان احنا نعمل لها تحسين علشان نقدر نزرع فيها النبات المناسب وبنبتدي ان احنا نجمع المعلومات دي وبنحطها في مجميع مشابه يعني بنحط الاراضي اللي شبه بعض مع بعض علشان بعد كده لما نحب نستصلحها نقوم بعملية الاستصلاح عشان كده احنا بنقول على عملية حصر الاراضي هي عملية جرد بنعمل جرد للاراضي يعني ايه؟ يعني بجرد بعرف عدد الاراضي اللي موجودة عندي في الدولة فيها كم ارض محتاجة استصلاح يعني ايه استصلح الارض دي؟ ايه اللي محتاجاة؟ ايه اللي انا عايزة منها؟ ايه اللي انا محتاجة ان انا ادعمه فيها؟ ايه اللي انا محتاجة ان انا علجه فيها؟ كده فالأرض محتاجة أننا قبل ما أبتدي زراعة فيها لازم أعرف إذا كانت محتاجة استصلاح ولا لا أهداف الحصر إيه معي؟ أهداف الحصر حاجات كتير ليه بعمل عملية الحصر؟ أول حاجة تحديد صفات الأرض الخاصة والمرتبطة بالإنتاج الزراعي يعني أنا قبل ما أزرع لازم أعرف الأرض دي تنفع للزراعة ولا لا هل تنفع أن أنا أزرع نبات معين ولا لا هل أن أنا أزرع فيها أي حاجة ولا لا ده أنا لازم أنقل نباتات اللي تجود فيها في الأرض دي بالزات لأننا ده ما أخدته في الترمي الأولاني خدنا نوعين من الأرض الأرض السودية والأرض الملحية ودي لازم لها طبعا علاج طيب أنا بعرف منين ده بعرف منين الأرض دي سودية والأرض دي ملحية والأرض دي جيرية والأرض دي رملية طب انا بعرف منين الكلام ده لازم اننا اعمل ايه اعمل عملية الحصر وحلل الارض دي علشان اعرف هي محتاجة ايه تاني حاجة بقسم الاراضي الى مجميع متشبهة في مجموعة من الخصائص يعني الارض دي لازم تكون متشبهة مع اراضي زيها علشان اقسمها مع اراضي تانية واقول يا جماعة الارض دي لازم اننا احطها مع جميع مشابهة ليها علشان نقدر ان احنا وقت ما نحتاج ان احنا نستصلحها بعد كده المجميع دي الاراضي المتشبهة دي واحطها على الخرايط لان طبعا لازم تكون في خرايط بتقول لي بترسم لي الاراضي اللي محتاجة لاستصلاح دي موجودة فين في الدولة علشان لما احب استصلح ارض اقدر ان انا استصلح واعرف مكانها طبعا بعد ما بعمل ده كله او الهدف كمان من الحصر ايه ان انا بعرف الاستغلال الامثل للارض دي طبعا زي ما احنا عارفي لازم قبل ما اعمل عملية الحصر دي الهدف ايه الهدف ايه من الحصر ان انا بعرف برضو زي ما قلتلكم هستخدمها في ايه هتنفعني في ايه هزرع فيها محاصيل لو كانت تنفع ان انا استصلحها وازرع فيها محاصيل ولا استخدمها كمراعي للحيوانات ولا استخدمها غابات وخلاص ولا اعملها بقى منطقة صناحية ترفيهية واعمل فيها منشآت تمام فده الهدف من حصر الاراضي دي نجع نقول تاني ايه الهدف من حصر الاراضي عندنا اربع اهداف تحديد الصفات بتاعة الارض الاول علشان اعرف هتعامل معها ازاي وايه العيوب والمشاكل اللي فيها بقسم الارض المجميع متشابهة كل مجموعة من الاراضي فيها بتاتشابه في نفس الصفات بعد كده برجع احطها على خريطة علشان اعرف مكانها فين وقت الحاجة لاستصلاح الاستصلاح اراضي بابتدي ادور في الخريطة دي والله ده المكان المناسب ليا كمستصلح ارض هنا هاخد منها الايه المساحة دي وهستصلحها النفسي بعد كده او الدولة عايزة تستصلحها بعد كده بعرف الاستغلال الامسل ايه للاراضي دي هستغلها في ايه هعمل بها ايه هتنفعني ازرع فيها محاصيل ولا هتنفعني مش هتنفع فيها محاصيل معينة تنفع محاصيل تانية ولا اننا هستخدمها فيه كمراعي لانها مش نفع ان ازرع فيها محاصيل خالص او ان استخدمها كمنطقة سياحية بقى او منشآت سياحية وكده ولا هعملها غابات ولا هعمل فيها ايه ده اللي بيحدده لي موضوع الحصر بعد كده النتائج المتحصل عليها بقى من عملية الحصر دي هعمل بها ايه لما انا عملت عملية الحصر وعملت النتائج دي كلها ووصلت لان انا الارض دي سواء هزرعها ولا مش هزرعها هعمل ايه هنعمل ايه بعد كده هنفتق نفتق نفتق نستخدم النتائج دي في ايه بقى اختيار انسب طرق الخدمة والادارة المزرعية اذا كنت انا هعمل فيها مزرعة بقى واستخدمها في الزراعة يبقى انا هستخدم اه هختار انسب طرق الخدمة في المزرعة دي هشوف اللي ينسبها او في الارض دي هشوف هخدمها ازاي هحط لها ايه مصلحات هعمل لها ايه منعزق وحرص وحاجات كده ايه اللي هعمله لها علشان ابتدي اغير من صفاتها اللي هي محتاجة بسببها استصلاح بعد كده هخطط ونفذ مشاريع الاستصلاح ويحدد اولويات الاستصلاح يعني انا هعمل عليها ايه هشوف ان انا دلوقتي ايه الاهم عندي بالنسبة للارض دي ايه اللي هينفع فيها هينفع ان انا اعمل فيها مشروع معين ولا ينفع ان انا ازرع فيها زرع معين ولا يبتدي اخطط اللي انا هعمله بعد كده هنفذ شبكات الري هخطط لشبكات الري والصرف بتاعة الارض دي هعمل ايه بقى شبكات الري بتاعتها هرويها ازاي وهعمل فيها ايه وهتتصرف المية بتاعتها ازاي كل ده لازم بكون بخطط له بعد ما خدت النتائج من عملية الحصر ان انا عرفت منها صفات الارض وعرفت ايه انسب المنشآت او انسب المشاريع اللي هتتعامل عليها سواء كانت مشاريع زراعية او غير زراعية بعد كده بحد ازا كنت بقى هأجر الارض دي لي او لغيري بحدد القيمة الايجارية للارض وضربت الاراضي بتاعتها حسب طبعا مكانها وحسب حاجتها للاستصلاح ازا كانت محتاجة لاستصلاح بصورة جامدة ولا لا ده هي محتاجة تصلاح بصورة بسيطة وتديني اللي انا عايزه ولا ايه بماء عليه بحدد القيمة الايجارية بعد كده بحدد اعمال الهندسة المدنية زي مثلا هعمل منشآت ولا هعمل طرق ولا هعمل مطارات طبعا دي حاجة الدولة هي اللي بتحددها ازا كانت الدولة هي اللي بتستصلح الارض يبقى طبعا لازم عشان نتيجة الحصر ده اللي احنا عملناه ومكان الارض اللي احنا حطناه على الخريطة بحدد بقى الاعمال الهندسية والمدنية اللي انا محتاجة اعملها من منشآت وطرق ومطارات وغيره واختار انسب المواقع التجارية والتجارب الحقلية اللي تعملها في الاغراض العملية هشوف ايه هي التجارب الحقلية المناسبة لية في الارض دي وابتدي اعملها ماشي بعد كده عندنا انواع حصر الاراضي عندنا اربع انواع رئيسية ونوع مبدئي ماشي عندنا اربع انواع في حصر الاراضي رئيسية ونوع مبدئي لازم اعرف كل نوع بيتعامل فيه ايه علشان ابتدي استخدم انواع الحصر دي في الاراضي اللي انا عايزها اول حصر عندي الحصر الاستكشافي وتاني حصر الحصر النصف التفصيلي والحصر التفصيلي والحصر المكسف وفي الاخر عندي الحصر المبدئي يبقى عندي كم نوع من انواع الحصر هم خمسة اربع رئيسية والاخير حصر استكشافي ده بيتم في الدول وبيتم بالامار الصناعية وهو بيبقى بين الدول وبعضها وده الحصر الاربع رئيسيين هم الحصر الاستكشافي والنصف التفصيلي والتفصيلي والحصر المكسف اول حاجة هنعرفها الحصر الاستكشافي وبيتم ازاي ايه هو الحصر الاستكشافي الحصر الاستكشافي ده بيتم على مساحات كبيرة من الارض الحصر الاستكشافي بيتم على مساحات كبيرة من الارض بيتم عمل قطاع لكل خمسين كيلو متر مربع والنوع ده بيتعمل ليه؟ بنعمل ليه النوع الحصر الاستكشافي ده علشان نعرف الموارد الطبيعية سواء كانت أرضية ولا مائية ولا غيره وبنعرف منه التخطيط القومي لمنطقة ما أو تحديد مواقع مشروعات التنمية التخطيط القومي يعني إيه؟ يعني الدولة هي اللي بتخطط بنعرف منه إزاي هنحدد المشروعات التنمية اللي هتتعمل في المنطقة دي سواء كانت بقى زراعية ولا تجارية ولا صناعية الحصر النصف تفصيلي بيجمين من اسم نصف تفصيلي يعني مش هو مش مفصل قوي لكنه إيه؟ باين من اسمه إنه هو مساحات متوسطة في أماكن محدودة بقدر استخلصها من الحصر الاستكشافي يعني لازم الأول أعمل الحصر الاستكشافي علشان أعمل الحصر التصنيفي النصف سوري تصنيفي دلوقتي إحنا بنعمل الحصر النصف تفصيلي ده ليه؟ ليه أهداف؟ وإيه هي الأهداف بتاعته؟ أول حاجة بندرس الجدوى الاقتصادية للمشاريع الزراعية دلوقتي أنا عملت حصر استكشافي وعرفت إن أو الدولة عملت حصر استكشافي وعرفنا إن فيه في المنطقة دي فيه أرض تصلح لإن إحنا نعمل عليها مشروع قومي ماشي؟ دلوقتي نقدر نستغل ده في إن إحنا نعمل فيها حصر نصف تفصيلي نبتدي نعمل لها حصر نصف تفصيلي الأرض دي الأرض دي بنعمل عليها إيه؟ أول حاجة بعمل لها دراسة جدوى هشوف هينفع ليه فيها مشاريع اقتصادية ولا زراعية إذا كانت مشاريع زراعية بعمل لها دراسة جدوى علشان دراسة جدوى اقتصادية علشان أعرف هتتكلف مني قد إيه قبل معملها بعد كده بحدد الاستخدام الأمثل للأراضي دي بقول إن الاستخدام الأمثل للأراضي دي الأرض دي محتاجة مني إن أنا أستخدمها في كذا زي ما قلنا قبل كده هتنفع في مشروع زراعي أو أرض زراعية أزرحها واخد منها محاصيل ولا هاستخدمها كمراعي ولا هاستخدمها ككرة سياحية ولا هاعمل بيها إيه بالضبط أنا محتاج أعمل دراسة جدوى للموضوع بتاع الأرض دي اللي أنا نقتها بعد الحصر الاستكشافي علشان أعمل لها حصر تفصيلي طيب بعد كده بقيم القدرة الإنتاجية للأرض بقيم القدرة الإنتاجية للأرض بشوف الأرض دي هتقدر تديني إنتاج قد إيه إذا كنت هعمل عليها مشروع زراعي هتقدر تديني إنتاج قد إيه إنتاج ضخم ولا إنتاج ضعيف إنتاج أمثل اللي أنا عايزه ولا إنتاج ما ينفعش أن أنا أصرف فيه كل الفلوس دي لما أعمل لها دراسة جدوى اقتصادية اكتشفت أن لأ الأرض دي علشان تديني الإنتاج اللي أنا عايزه بصيت لقيت أن هي محتاجة قوي أن هي تصرف كتير علشان تديني الإنتاج اللي أنا عايزه فبالتالي ممكن أصرف نظر عن الأرض دي بعد ما عملت دراسة جدوى بتاعتها وابتدي أفكر في أرض تانية تكون مثل في مثل هذا المشروع اللي أنا عايز أعمله بعد كده عندي الحصر التفصيلي اللي فات كان نصف تفصيلي وده الحصر تفصيلي طبعا برضو باين من اسمه أنه هو بيتعمل على مساحات أكتر من الحصر النصف تفصيلي وده بتتروح القطاعات بين أكثر من خمسة وحتى مئة قطاع لكل كيلو متر مربع يعني قطاع الحصر فيه بيبقى كبير بين أكثر من خمسة وحتى مئة قطاع لكل كيلو متر مربع يعني الأرض هنا بتبقى مساحتها أكبر من النصف تفصيلي طب إيه الهدف من الحصر التفصيلي التفصيلي ده ليه بعمله بعمله علشان استخدام النتائج في النواحي الإرشادية والخدمية استخدام النتائج بتاعة الحصر ده في النواحي الإرشادية والخدمية للتخطيط لمشروعات الراي لان انا لما اجي اعمل استصلح الارض دي انا محتاج اخطط له زي ما قلتلكو قبل كده بخطط لراي المشروع هعمل له شبكات ري وشبكات صرف طيب هعمل ايه لازم اعمل حصر تفصيلي علشان اعرف ايه هي النواحي الإرشادية والخدمية اللي هتفدني في تخطيط لمشروعات الراي معرفة مدى ملأمة الارض للمحاصيل المختلفة برضو بنرجع تاني ونقول ان لازم الارض دي تكون ملأمة للنوع المحصول ان انا عايز ازرعه طبعا مش اي محصول هزرعه فيه احط خطة تحسين الارض بقى انا شفت ان الارض دي محتاجة تحسين محتاجة تحسين بصورة جديدة ولا صورة بسيطة ولا صورة متوسطة بابتدي اعمل لها خطة تحسين وايه هو اللي هستخدمه في تحسين الارض دي دراسة العوام المؤسرة والمحددة لانتاجية الاراضي طبعا في عوامل كتير بتأثر على انتاجية الارض لازم انا اخد بالي من ده نتيجة الحصر التفصيلي ده اللي انا عملته بعرف العوامل اللي هتأثرلي على انتاجية الارض وابتدي ادرسها وابتدي اشوف هتعامل معاها ازاي ده بالنسبة للحصر التفصيل بعد كده عندنا الحصر المكسف الحصر المكسف بتعمل على مناطق صغيرة على مناطق صغيرة وبيعتمد على المحلحظات الحقلية يعني الخبير بتاع الحصر المكسف ده بيشوف هو بعنيه ملحظات الحقل عامل ازاي ويكون عدد القطاعات بتاعته كبير نسبيا يعني هي المناطق صغيرة لكن بعمل كذا قطاع في الارض علشان اقدر اخد منه العينة اللي انا عايزها يعني بعمل كذا قطاع في الارض علشان اعرف احدد صفات الارض دي بالزبط ايه وهل هي محتاجة تحسين في ايه بالزبط هل هي تنفع لانهي محصول بالزبط بناءا عليه بعمل تفصيل يعني بعمل حصر ادق واقصر كسافة من الحصر التفصيلي والنصف تفصيلي لان بعمل كطاعات في الارض اكتر باخد اكتر من قطاع بيعدي المية قطاع علشان اقدر احدد صفات الارض دي بالزبط وايه العوامل اللي انا ممكن اتغلب عليها في الارض دي وايه العوامل اللي هتساعدني في الزراعة وايه العوامل اللي هتعوك عملية الزراعة وانتاجية الفدان بتاعتي هتوبة قد ايه فبالتالي انا محتاج اعمل كطاعات كتير علشان اعرف الارض دي فعلا هتديني انتاجية قد ايه وهل هي مسلة ولا غير مسلة للمشروع ان انا محتاجه اهداف الحصر ايه اول حاجة دراسة الارض دراسة خصائص الارض طبعا الارض ليها خصائص كتير مرفولوجية وكيميائية وفيزيائية كل ده انا بدرسه علشان اقدر ازرع في الارض دي النبات المناسب ليه فالحصر المكسف ده بعمله علشان اعرف خصائص الارض الكيميائية والمرفولوجية والفيزيائية ايه وحجم الحبيبات بتاعتها ايه وطريقة تجميع الحبيبات وكل حاجة فيها في الارض دي لازم اعرفه عشان كده انا بسميه حصر مكسف لانه اقصر دقة يستخدم في محطات التجارب الزراعية والحكولة الارشادية طبعا باخد من عينات الارض وبروح بوديها في المحطات التجارب الزراعية وهي المحطات دي اساسا هي اللي بتقوم بعملات الحصر المكسف ده والعينات بتاعت الارض بتاعتها بتتم عليها دراسة كاملة لكل صفات الارض وخصائصها المختلفة علشان نقدر نقيم الارض دي تستخدم في ايه بالظل لما باجي اعمل صنف جديد او اجرب صنف جديد في ارض ما عايز ازرع صنف جديد فيه سلالة جديدة اه تم تهجنها عايز اجربها في ارض ما باستخدم الحصر المكسف قبل ما استخدم قبل ما استخدم مزرع النبات الجديد ده او الصنف الجديد ده في الاراضي دي علشان اقدر اعرف هل ظروف الارض دي تنفع في استخدام النبات ده هل ينفع ازرع النبات ده فيها ولا ما ينفعش عشان كده بعمل حصر مكسف يعني بحتاج ان انا اعمل حصر مكسيف لخصائص الارض وعمل عليها تجارب كتيرة من خلال المحطات التجارب الزراعية علشان اعرف فعلا ان النبات هيجود في الارض دي وهيبقى هيطلع لي انتاج جيد من الارض دي وبعد كده ابتدي ازرعه فعلا بدل ما اهدر فلوسي لان انا زي ما قلتلكم بعمل دراسة جدوة اقتصادية فانا بدل ما اهدر فلوسي في الارض دي لا ده انا ببتدي اشوف حاجة تانية تكون ينفع فيها الصنف ده من النباتات لما باجي استخدم تكنولوجيا حديثة لما باجي استخدم تكنولوجيا زراعية حديثة جديدة ببتدي اعمل حصر مكسف للارض اللي انا رايحة استخدم فيها التكنولوجيا دي علشان اعرف صفاتها ايه بالظبط وايه اللي هلدي الجديدة دي هتنفع فيها ولا لا هل الاصناف الجديدة زي ما قلنا قبل كده اللي احنا نوين نزرعها هتنفع فيها ولا لا احنا محتاجين جدا ان احنا نعمل حصر مكسف في حالة الاصناف الجديدة من النباتات وفي حالة استخدام تكنولوجيا زراعية جديدة في الاراضي اللي انا رايح استخدم فيها الحاجات دي او اللي انا بعمل لها الحصر ده فانا لازم اعمل الحصر المكسف قبل ما اخطو خطوة من الخطوات دي في حاجة عندي اسمها الحصر الاستطلاعي الحصر الاستطلاعي ده بيتم فيه جمع معلومات زي ما قلتلكم قبل كده وهو بيسمى برضو الحصر المبدئي بيتم فيه جمع معلومات عن منطقة كبيرة ومجهولة لسه محدش عارف عنها حاجة وده بيكون باستخدام الصور الجوية ساعات كده بنشوف الطيارات بتصور ارض كبيرة صحرة كده بيصوروها ليه وبياخدوا الصور الاستكشافية بتاعتها دي او الاستطلاعية دي ليه ده اسمه حصر استطلاعي علشان اعرف ايه هو حجم الارض الصحراء اللي موجودة عندي او حجم الارض او مساحة الارض اللي عندي اللي محتاجة لاستصلاح وده بيكون صور استشعارة عن بعد زي ما قلتلكم او بطيارات او صور جوية وبيبقى لتحديد معالم مساحات كبيرة من الاراضي على مستوى الدول زي ما قلتلكم قبل كده بيستخدم لإيه للدول اللي هي بتبقى عايزة تعمل بقى بتعمل حصر الاراضيها الفاضية اللي محتاجة ان احنا نستغلها في الزراعة بعد كده لان طبعا الدول اللي بتبقى عدد سكانها كبير بتبقى محتاجة ان هي تكبر الرقعة الزراعية بتاعتها لان عدد السكان الكبير بيبقى محتاج دايما لمحاصيل زراعية اكتر وبنحتاج دايما لاكتفاق ذاتي من بعض المحاصيل علشان تقدر تسد حاجة السكان فبنلجأ للحصر ده او للدولة بترجأ للحصر الاستطلاعي ده علشان تعرف ان هي الاراضي اللي ممكن تجود فيها زراعة المحاصيل اللي بتسد احتياجات السكان من المحاصيل الزراعية المختلفة الحصر ليه مراحل الحصر ليه مراحل ايه هي مراحل الحصر مراحل حصر الاراضي كذا مرحلة بتبتدي بالمرحلة التمهيدية وبعدين المرحلة التنفيذية وبعد كده التفسيرية وبعد كده مرحلة رسم الخرائط واعداد التقارير يبقى انا مش بعمل حصر عشوائي كده مالوش خطة لا بالعكس الحصر بتعمل على اربع خطوات ايه هي خطوات الحصر الحصر عبارة عن اربع خطوات قبل محصول الاراضي بحدد خطة الحصر بتاعتي هبتدي بالخطة او المرحلة التمهيدية وبعد كده ببتدي انفذ وبعد ما نفذ ببتدي افسر المعلومات اللي انا حصلت عليها وبعد كده برسم الخرائط اللي هي بتخص الارض دي واللي هي بتوضح لي صفاتها ايه وبعد كده بعد تقرير عن الحصر اللي تعمل يبقى هنعيد تاني الحصر بيتكون من اربع مراحل ايه هما الاربع مراحل تمهيدية تنفيذية تفسيرية وبعد كده رسم الخرائط واعداد التقارير الاربع مراحل دول لازم يتعملوا في الحصر منفعش ابتدي بمرحلة قبل مرحلة لازم الاول اماهد لعملية الحصر واشوف انا محتاج اعمل الحصر ليه وايه اهدافه وبعد كده ابتدي انفذ عملية الحصر واشوف الارض اللي انا بعمل عليها عملية الحصر دي هعمل لها تفصيلي ولا نصف تفصيلي ولا استكشافي ولا مكسف ولا هعمل ايه بالظبط علشان اقدر اعمل لها الحصر بتاعها واقدر احدد صفاتها كويس جدا واحدد المشروع اللي انا هكيمه عليها وارسم الخريطة بتاعة الارض دي او احطها على الخريطة الكبيرة بتاعة الدولة وابتدي اكتب التقرير عن عملية الحصر اللي تمت للارض دي للاراضي اللي تمت عندنا تم عمل حصر لكذا مساحة من الاراضي الفاضية وعرفنا ان فيه كذا ارض تصلح لزراعة كذا محصول وابتدي نعمل لها حصر مكسف وحصر تفصيلي وحصر نصف تفصيلي علشان نبتدي نشتغل عليهم خصوصا لما يكون هبتدي ازرع زراعات جديدة او نباتات جديدة او استخدم تكنولوجيا جديدة امتى بدأ بقى حصر الاراضي؟ حصر الاراضي ده هل لسه احنا عارفينه دلوقتي ولا هو ابتدى من سنوات طويلة؟ حصر الاراضي ابتدى في مصر من سنة 1960 ابتدى في مصر بالاتفاق مع ملظمة الاغذية والزراعة الـ FAO بهيئة الامم المتحدة وشمل 14 مليون فدان تم حصرهم وتقال ان هم محتاجين استصلاح الفددين دي كانت فين؟ كانت في داخل الوادي والدلتة والاراضي المتخمة ليهم يعني الاراضي المجورة ليهم شرقا وغربا وصنفت الاراضي دي بناء على الحصر الاستكشافي اللي تم طبعا زي ما قلنا الحصر الاستكشافي بتعمل بالصور الجوية تم الحصر الاستكشافي وتقال ان فيه لـ 14 مليون فدان وتقال ان فيه عندنا اراضي وتصنفت لفئات ورتب على حسب نوع الارض وجودة الارض في الزراعة وانواع النباتات اللي بتجود في الارض دي عندنا كذا رتبة من رتب الارض عندنا اول درجة من درجات الارض او عندنا درجات كتيرة من الارض اول درجة عندنا احنا حوالي 6 درجات طبعا مترتبة حسب نوع الارض وجودة الارض للزراعة طبعا بين ترتبها ان هي تبعا لدرجة جودة الارض ونوع الارض المناسب لجميع النباتات ان احنا ممكن نزرع فيه نباتات كتيرة اول حاجة عندي اراضي درجة اولى الاراضي الدرجة الاولى دي بتجود فيها زراعة محظم المحاصيل وعندي اراضي درجة تانية طيب الاراضي الدرجة الاولى دي اراضي مناسبة لكل حاجة مناسبة لكل محاصيل نفقات استصلاحها واستزراحها متوسطة ما هياش جمدة يعني مش هتكلفني كتير في استصلاح الارض دي مش هتكلف كتير خالص بالعكس ده انا هصرف مصاريف قليلة او تعتبر متوسطة لكني هبتدي اخد منها عائد حلو جدا هيعوضني عن المصاريف اللي انا صرفتها دي طبعا زي ما قلتلكم بتناسب مختلف الحاصلات الزراعية اي نبات او اي محصول زراعي ممكن ازرع فيها واحصل منها على انتاج عالي جدا من المحاصيل واحصل منها على عائد كبير قوي بالنسبة للنفقات اللي انا انفقتها عليها وعلشان كده اتسمت اراضي درجة اولى ليه لان انا مش هبزل فيها مجهود في الاستصلاح كبير بالعكس ده انا هبزل مجهود قليل وفي نفس الوقت نفقاتي ما هياش كبيرة متوسطة جدا بالنسبة للعائد اللي انا هاخده منها طيب الارض دي بتجود فيها مع انهي محاصيل زراعية لا ده بتجود فيها كل مختلف المحاصيل الزراعي انا اقدر ازرع فيها اي حاجة تمام الاراضي الدرجة التانية دي اراضي مناسبة ونفقات استصلاحها واستزرعها متوسطة برضو زي الدرجة الاولى لكنها ما بتعملش ما بتزرعليش كل او ما بزرعش فيها كل المحاصيل ان انا محتاجة يعني ممكن ازرع فيها حاصلات معينة دون غيرها ليه لان هي فيها بعض المشاكل اللي ما ينفعش فيها ان انا ازرع كل المحاصيل مزاي الدرجة الاولى عشان كده نزلت درجة وبقت درجة تانية تمام نرجع تاني الانواع الاراضي لسه عندنا اراضي درجة تالتة ودي طبعا بتبقى اراضي متوسطة ونفقات استصلاحها واستزرعها عالية يعني جودتها كجودة ارض متوسطة الجودة يعني محتاجة استصلاح بدرجة متوسطة ما هيش كبيرة قوي لكنها بتحتاج في الاستصلاح ده لنفقات عالية جدا يعني هي الاراضي دي ينفع استصلاحها اه لكن هتحتاج مني نفقات عالية اوي علشان كده هي بقت اراضي درجة تالتة ليه لاننا بالرغم اننا ينفع استصلاحها اه وانفع اننا استغلها في زراعة بعض النباتات الا اننا هستغلها بس هستغلها بنفقات عالية جدا وهبتدي استصلاح الارض دي واصرف عليها جامد علشان استصلاحها وبتجود فيها برضو بعض المحاصيل مش كل المحاصيل عندي اراضي درجة ربعة الاراضي دي ما بتتمش استصلاحها الا في ظروف خاصة علشان كده هي اراضي غير مناسبة اراضي غير مناسبة الاراضي دي ما بيتمش استصلاحها الا تحت ظروف خاصة ونفقات استصلاحها عالية جدا 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 فعلشان كده العائد بتاعها مهما هتجيب فلوس فبرضو هي صرفة كتير جدا فالعائد بتاعها بالنسبة للصرف عليها هي أراضي مش مجدية عندي أراضي الدرجة الخامسة ودي طبعا أراضي غير مناسبة نهائيا للإستصلاح نظرا لتكاليف الباهزة لإستصلاح الأراضي الدرجة السادسة طبعا كده طالما نزلنا للآخر كده خالص يبقى دي أراضي مش مجرد إن هي كمان تكاليفها عالية لا دي أساسا أراضي صخرية ما ينفعش إن أنا أزرع فيها أي نبات وعشان كده نزلت للدرجة السادسة يبقى أنا عندي نتيجة الحصر اللي احنا عملنا للأراضي يتقسمت الأراضي إلى درجات هم ست درجات الأراضي ست درجات الدرجة الأولى طبعا أعلاهم وأجوادهم وأصلحهم وبتتجود فيها كل الحاصلات الزراعية اللي أنا محتاجة إن أنا أزرعها ونفقات استصلحها بسيطة جدا بالنسبة للعائد اللي هيجيلي منها فهي تعتبر إن هي فعلا أرض مجدية جدا وإن أنا بستخدم فيها أي النباتات اللي أنا عايزها وعشان كده دي بيقبل عليها المستصلح اللي عايز يستصلح أرض طبعا يفضل إن هو ياخد أرض زي دي درجة تانية من الأراضي الأراضي الدرجة التانية دي طبعا تكلف استصلحها برضو ما هيش كبيرة وبرضو العائد منها كويس إلا إنها بتختلف عن أراضي الدرجة الأولى إن هي مش بتتزرع فيها كل المحاصيل إن إحنا عايزين نزرعها ولكن إن إحنا بنبص للاقي إن إحنا لازم نزرع فيها أنواع معينة من المحاصيل وده طبعا بيخليها تنزل درجة عن الدرجة الأولى بالرغم إن هي تكاليف استصلحها بسيطة والعائد بتاعها حلو إلا إن هي برضو بتأيد المستصلح فإن هو ما ينفعش يزرع فيها غير نباتات أو محاصيل معينة أراضي الدرجة التالتة دي أراضي برضو متوسطة في الاستصلاح أو إن هي بتحتاج إجراءات متوسطة في الاستصلاح لكن تكاليف استصلحها بتبقى عالية جدا بالنسبة للعائد اللي هي هتدهولي من استصلاح الأراضي دي نظرا لإن مشاكل بتاعتها كبيرة فبالتالي محتاجة إن أنا أصرف على المشاكل لتحسين الخصوبة بتاعتها وهي الصفات بتاعتها بتخلي العائد اللي بيجي منها بالنسبة لطريقة الاستصلاح بتاعتها والخطط بتاعت الاستصلاح والمشاكل التحسين بتاعت التربة اللي أنا محتاجة إن أنا أعالجها دي بتقدي إلى إن العائد اللي بيجي منها ما بيسويش اللي بيتصرف عليها وعشان كده نزلت درجة تالتة الأراضي الرابعة أو الدرجة الرابعة دي أراضي فقيرة وأراضي تكاليف استصلاحها عالية وبتوجدش فيها معظم النباتات طبعا وعشان كده هي برضو نزلت درجة رابعة وعشان كده تكاليف استصلاحها برضو عالية جدا وهي بتديني عائد بسيط الأراضي الدرجة الخامسة دي أراضي فقيرة جدا وتكاليف استصلاحها عالية جدا ولا تجد فيها معظم المحاصيل وعشان كده برضو هي الأراضي تعتبر الاستصلاح بتاعها مكلف جدا بالنسبة لأراضي الدرجة الأولى والتانية والتالتة وعشان كده هي بتفكر ألف مرة قبل ما نعمل استصلاح للأراضي دي وندرس نعمل دراسة جدوة اقتصادية جمدة جدا علشان نعرف ايه التكاليف بتاعتها قبل ما نعمل وعشان كده محتاجة حصر مكسف علشان نعرف القطاعات بتاعة الأرض بتاعتها بناخد منها عينات مختلفة علشان نعمل تحليل كويس جدا للصفات أو الخصائص المختلفة للطربة دي قبل ما نبتدي ان احنا نبتدي نفكر هناخدها كأرض استصلاح ولا مش هتنفع الأرض الدرجة السادسة طبعا أرض صخرية طبعا لا يجد فيها كل أي محاصيل فبالتالي هي غير وردة في عملية الاستصلاح بعد ما عملنا الحصر وعرفنا وقسمنا الأرض لدرجات نقدر نقول بقى ايه الأرض اللي محتاجة لاستصلاح ايه الأرض اننا بالرغم ان هي لا تجد فيها معظم المحاصيل وبتحتاج محاصيل معينة الا اننا ممكن أصرف عليها وممكن اننا استصلح عندي أراضي ملحية وعالية الملوح عندي أراضي ملحية وعالية الملوح الأرض دي من اسمها باين ان هي أرض هتبقى ملحية نسبة الملوحة فيها عالية وطبعا الأراضي الملحية من الصور اللي باينا قدامنا بيبقى الملح باين على القشرة الأرضية باين قوي وواضح ان فيه الأرض دي فيها أملاح كتير وباين عليها بتكسوها طبقة بيضة باينة قوي ان هي دي الارض دي ملحية والارض دي محتاجة استصلاح فيه ارض تانية اسمها ارض صودية عالية او قلوية عالية الارض دي بيبقى نسبة الصوديوم فيها عالية جدا وعلشان كده انا محتاج اعالج الارض دي قبل ما استصلحها قبل ما اخد قطوة للاستصلاح لازم ان انا افكر الاول اعالج مشاكل الارض اللي قدامي طبعا علشان اقدر احدد انا عايز ايه هستصلح الارض دي وهستفيد منها تكلفها هتساعدني ان انا اللي هصرفه عليها هتجيب لي هي اكتر من لنا صرفته ده ولا ما فيش جدوة من الاستصلاح وابتدي اشوف ارض تانية تنفع فيها عملية الاستصلاح وابتدي اتعامل معاها على انها ارض جيدة ينفع ازرع فيها النباتات او المحاصيل الزراعية اللي تنفعني واللي ينفع تسويقها وتنفع انها تدر علي ربح ويكون فيه جدوة جمدة جدا من عملية الاستصلاح دي الاراضي التانية اللي احنا مفروض هندرسها برضو معانا زي الاراضي الملحية الاراضي السودية عندنا اراضي شديدة الخشونة واراضي شديدة النعومة يعني فيه ارض تلاقيها خشنة جدا فيها حجارة فيها حبيباتها كبيرة ارض خشنة ما ينفعش ان انا ازرع فيها كل المحاصيل اللي ان انا مفروض ازرعها او ان انا محتاج ازرعها فيه محاصيل معينة تجود فيها لكنها قبلة للاستصلاح لكن انفع استصلح فيه عندي ارض نعمة جدا رملية نعمة جدا الارض النعمة دي بتبقى برضو مش اي محاصيل تنفع فيها ومحتاج استصلاح ومحتاج علاج لمشاكل التربة دي علشان اقدر ازرعها فيه ارض قليلة الاحتفاظ بالمية يعني ايه يعني مجرد ما بحط المية المية ما بص ما لاقيه زي الاراضي الرملية كده او الاراضي اللي هي مش مختلطة او زي الاراضي الطينية الاراضي الطينية بتحتفظ بالمية الاراضي المختلطة بتحتفظ بنسبة كبيرة من المية الاراضي الرملية بنبص اللي بتحتفظ بالمية بالصورة المطلوبة فهي دي في اراضي بتبقى قليلة الاحتفاظ بالمية طبعا النبات كل حياته مية فازاي انا هستخدم ارض قليلة الاحتفاظ بالمية ازرع فيها نباتات لازم احسن صفات الارض دي واعمل لها تحسين لصفات وعالج المشاكل بتاعتها واستصلحها قبل مزرع فيها نباتات فيه أراضي رضيئة التضاريس يعني الأرض دي صعبة قوي أننا أتعامل معاها وتضاريسها فيها منخفضات ومرتفعات فطبعا بالنسبة للآلات الزراعية اللي أستخدمها ده هيتعبني جدا في الزراعة ومحتاج أننا أعمل لها تمهيد الأول قبل ما أبتدي أعمل لها أزرع فيها لازم يعني معنا أننا بعمل تمهيد يعني أننا بستصلح يعني أننا بحاول أننا أحسم صفات الأرض دي يبقى دي أراضي من ضمن الأراضي اللي بتحتاج لاستصلاح الأراضي رضيئة التضاريس عندنا أراضي أراضي زاد تربة ضحلة يعني كشرة السطحية للتربة قليلة ضحلة ما تنفعش أو تحتها صخور يعني الأرض جرد من النبات يجي البزرة تتحط ويجي الجدر ينمو ما بيلاقيش مكان ينمو فيه كويس فيا دي الأرض دي لا محتاجة استصلح محتاجة أننا أقلب الأرض دي وأعرف الأرض دي الجزرة هيقدر يمشي فيها ولا مش هيمشي فيها وهنعمل إيه وهنستصلحها إزاي طبعا فيه حاجات كتير بنعملها علشان نستصلح الأرض دي وعلشان نقدر نزرع فيها النباتات بصورة صحيحة زي ما قلتلكم قبل كده فيه أراضي فيه كسيرة الأحجار والسخور كبيرة فيها قوي دي محتاجة استصلاح لازم كل ده يتعمل إزالة لي وإزاي أننا أقدر أننا أدخل ألات ودخل المعدات والأرض كبيرة فيها صحور كتير وتربة حجرية وأحجار وكده إزاي الألات هتقدر تمشي في الأرض دي وتتعامل معاها إلا إذا تم استصلاح الأرض دي فإحنا بناءا على صفات الأرض بنقول الأرض دي محتاجة استصلاح ولا مش محتاجة استصلاح إحنا بناءا عليها الأرض دي فيها مشاكل لكن نقدر نعالجها ولا ما نقدرش نعالجها بناءا على كل اللي بيتقال ده اللي إحنا عملناها وإن إحنا الحصر اللي عملناها وعرفنا صفات الأرض وكل ده بناءا عليه بنقدر نقول إحنا هنعمل إيه مع الأراضي دي هنقدر إن إحنا نستصلحها بالرغم الصفات اللي فيها السيئة ونقدر نعالجها ولا هنعمل إيه عندنا تاني أراضي بتحتاج الاستصلاح لما تكون أراضي فقيرة في المادة المعدنية أو المادة في العناصر الغذائية يعني زي أراضي بيها كربونات كالسيوم الأراضي اللي فيها كربونات كالسيوم دي دي أراضي بتبقى جيرية غالبا وبتحتاج استصلاح بنحتاج تحسين للصفات بتبص تلاقي باين على الأرض من بره زي الأراضي الملحية كده طبقة الجير باين على الأرض من بره وده بيقدي إلى إن إحنا بنحتاج الاستصلاح للأرض دي وتحسين مشاكل الخصوبة بتاعتها علشان كده الأرض دي فقيرة في العناصر الغذائية بالنسبة لبعض النباتات لكنها ممكن تجود فيها نباتات تانية وتنفع فيها جدا في أراضي بنبص نلاقيها مليانة مي بتشبعها بالمية يعني بتحط لها المية المية ما بتصربش المية كويس بتحتفظ بالمية بصورة كبيرة وده طبعا بيأثر على النباتات المية بتبقى بينا على سطح التربة طالما ما فيش تصريف جيد للمية من التربة دي يبقى ده بيأثر على نمو النبات لازم التربة تكون بتتميز بالصرف الجيد للمية متحتفظ بالمية بشكل كبير ومتحتفظش بيها لمدة طويلة علشان يقدر النبات يتنفس ويقدر يتغذى على العناصر الغذائية اللي مفروض موجودة في التربة فإذا كانت الأرض بتصرفها رضيء دي بتعتبر أرض محتاجة استصلاح ماينفعش إن أنا أزرع فيها برضو إلا لما أستصلح الأرض دي وحسن من صفاتها وصفات صرف المية فيها وصفات احتفاظها بالمية الأراضي دي طبعا زي ما احنا عارفين النبات هو أهم حاجة عنده الغذاء اللي بياخده من التربة وهو بيتغذى عن العناصر الغذائية اللي موجودة في التربة فإذا احتفظت المية بالتربة والتربة صورة بالمية وما صرفتهاش فممكن الجزر يتخنق وما يعرفش يتنفس طبعا النبات مش هينمو فبالتالي يحصل إن النبات الأرض لا تجد فيها الزراع عشان كده أنا لازم أعمل استصلاح للأرض دي الأول قبل ما أزرع فيها أي نباتات إيه معانا تاني كل اللي احنا قلناه ده بنعمله وعملنا حصر وعملنا تصنيف للأراضي ورتبنا الأراضي وعملنا لها درجات وعملنا قلنا إيه الأراضي اللي هي بتحتاج استصلاح وأنوحها إيه وبتنفع فيها استصلاح ولا ما ينفعش فيها استصلاح كل ده قلناه علشان بنعمل حاجة اسمها حصر للأراضي زي ما قلنا قبل كده اللي محتاجها استصلاح طيب إيه اللي بيخليني أحتاج استصلاح الأراضي إيه اللي بيخليني أحتاج استصلاح الأراضي زي ما قلتلكم قبل كده الأرض الزراعية مساحتها قليلة بالنسبة لمساحة السكان أو عدد السكان المساحة اللي بيستغلها السكان أو اللي موجود عليها السكان بالنسبة للأرض الزراعية أكبر من الأرض الزراعية طب عدد السكان كبير والأرض الزراعية قليلة طب نعمل إيه؟ لازم نستصلح أراضي جديدة علشان نسد الفجوة بين الاحتجاجات للمواد الغذائية وبين العدد الكبير اللي عندنا في السكان ده لازم ان احنا نعمل استصلاح اراضي جديدة علشان نبتدي نزرع محاصيل بصورة اكبر ونعمل توسع للاراضي بشكل او باخر علشان نقدر نسد احتياجات السكان الزيادة العالية زي ما قلتلكم بالنسبة للسكان والنسبة للركعة الزراعية وقلت نصيب الفرد من الارض الزراعية ده ادى الى اننا نعمل ايه نحتاج لاستصلاح ونحتاج لتوسع التوسع في الاراضي يا اما بيكون رأسي يا اما بيكون افقي يعني انا عشان اعمل اتوسع في الارض لازم اعمل نوعين من التوسع اتوسع بطريقة رأسية او اتوسع بطريقة افقية علشان ابتدي احدد ايه اللي انا محتاجه من الارض الزراعية وايه الانواع الاراضي اللي هتجود عندي او الاراضي اللي هتجود فيها المحاصيل اللي انا عايزها وهعمل ايه في الاراضي دي بما اننا اتكلمنا عن استصلاح الاراضي وقلنا انواع الاراضي انا عندي هنا في المنهج بتاعي اربع انواع من الاراضي زي ما قلتلكم أراضي ملحية وأراضي سودية وأراضي جيرية وأراضي رملية الأراضي دي اللي احنا بندرسها السنة دي وإزاي هنبتدي نستصلحها وإزاي نحسن مشاكلها وهنعمل إيه علشان نحسن مشاكل الأرض دي وهنعمل معها إيه كل ده هو المنهج بتاعنا إن شاء الله وعملنا مراجعة سريعة على استصلاح الأراضي وإيه اللي احنا محتاجينه في الأرض وإيه اللي احنا محتاجينه علشان نعمل زيادة الرقعة الزراعية إزاي نبتدي نوسع أفقي ونوسع رأسي علشان نبتدي نستغل الأراضي بتاعتنا الاستغلال الأمثل وإزاي إن احنا نبتدي نعمل زيادة في الإنتاجية الفدان ونبتدي نعمل زيادة في إنتاجية الرقعة الزراعية يعني أنا بعمل توسع رأسي علشان أزود إنتاجية الفدان نفسه وحسن من صفات الارض اللي هتديني انتاجية اعلى للفدان نفسه وفي نفس الوقت بحسن من صفات الاراضي نفسها بحيث ان انا استصلح مساحات اكتر من الاراضي وده توسع افقي ان انا ببتدي اكبر عدد او ازود عدد الاراضي القابلة للاستصلاح واللي انا ممكن استخدمها في استصلاح الاراضي دي علشان ابتدي ازرع المحاصيل اللي انا عايزها لان احنا بما اننا دبلوم زراعة فان هدفي الوحيد ان شاء الله لما اتخرج من دبلوم الزراعة ان انا استصلح قطعة ارض خصوصا ان انا قسم استصلاح اراضي وان انا هطلع فني استصلاح اراضي وعندي خبرة في استصلاح الاراضي فانا لازم يكون من اهم اهدافي ان انا لما اتخرج ان شاء الله اسعى لان انا احصل على ارض زراعية ارض قابلة للاستصلاح ينفع يتم الاستصلاح فيها بنفقات تناسبني أنا كمستصلح صغير لسه ببتدي حياتي في الاستصلاح إزاي أقدر أعمل ده وإزاي ألجأ له وإزاي أن أنا أنظم ده وإزاي أعمل خطتي في الاستصلاح وإزاي بعد ما أخد الدبلوم أبتدي أشوف المهنة بتاعتي دي ماركنش شهدتي على جنب لا أبتدي أعمل المهنة بتاعتي دي أشتغل فيها واستفيد من المعلومات اللي أخدتها واستفيد من الأراضي اللي أخدتها واستفيد من كل حاجة إن أنا عملتها في نهاية الحلقة بتاعتنا أنا في نهاية الحلقة بتاعتنا أنا بقول لكم إن إحنا بالنسبة للدرس بتاعنا حصر الأراضي حصر الأراضي مهم جدا قبل ما تعمل أي مشروع في استصلاح الأراضي لازم تكون عندك خبرة في حصر الأراضي لازم تكون عندك خبرة في حصر الأراضي لازم تعرف يعني إيه حصر ويعني إيه هي الأرض اللي أنا هستخدمها وإيه هي الأرض اللي أنا هتجود عندي المحاصيل هتجود فيها المحاصيل إن أنا عايزها إيه هي الأرض اللي أنا هروح أتفرج عليها عشان أخدها دي هتنفعني ولا مش هتنفعني لازم أكون عايز أعمل حاجة مفيدة بالنسبة للأرض بتاعتي أنا عندي قطعة أرض حصلت عليها عملت لها التحليل عملت تحليل طربة عملت كل حاجة ومحتاجة إن أنا أعرف الأراضي دي هيجود فيها إيه علشان أبتدي أتعامل معاها بالصورة المسلة وإن أنا أتعامل معاها بصورة بعين الخبير وإن أنا أتعامل معاها على إن أنا حد فاهم فعلا وإن أنا فعلا محتاج الأرض دي وإن أنا هتكون مشروعي إن أنا هعيش عليه بقية حياتي وإن أنا هقدر أعمل عليها المشاريع المناسبة لية من منشآت إذا كنت أستخدمها في منشآت أو أستخدمها في حقول أو أستخدمها في مراعي أو هعمل فيها إيه؟ كل ده أنا اللي بحدده وبقول عليه وبناء عليه أنا بعمل بستصلح الأرض بتاعتي وباخد قرار الاستصلاح وبناء في نهاية الحلقة بحييكم تحية الإسلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر